أنا الأستاذ عماد ألو ألو أستاذ عماد أتفضل عليكم أستاذ عماكات أتفضل لسماعة حضرتك أنا جالي من فترة كده تعبت وجالي البواسير طيب وكنت موظب يعني الحمد لله على الصلاة هل الحاجة اللي أنا بنزلها من فتحة الشاركة عقل في الصلاة بوسي أستيدي إحنا للوقت إذا عملنا اللي علينا وتوضينا واتطمنا إن ما فيش أي حاجة واتطمنا لده وأخدنا علاجنا وكل حاجة بحيث إن إحنا عملنا كل اللي عندنا ده فنزل حاجة أثناء الصلاة فإحنا بنتعامل مع هذه الأشياء إذا كنا لا نستطيع إن إحنا نمنعها ولا نستطيع أن نصلي في وقت ما بتنزلش فيها يعني إذا كان الكلام ده في وقت في حاجات ما بتنزلش فيها نصلي في الوقت ده نتوضى ونصلي في الوقت ده وخلاص لكن هي لو مستمرة على طول في حاجات بتنزل ومستمرة على طول في الوقت ده دم أو شيء من عايزة القبيل إيه اللي هيحصل؟ هننتوضى ونصلي وخلاص إحنا بتعامل معاملة صاحب سلاس البول إيه اللي حاصل إن ده نوع من أنواع الأشياء التي ناقضها للوضوء وبتنقض الوضوء وفي نفس وقت نتحفز منها وصلاةنا هتكون صحيحة إن شاء الله إذا كان ده دائم أما ما كانش دائم وبيكون في وقت معين نصلي في الوقت المعين اللي هو مفروش وجود هذه الأشياء